التجار بمفترقة بندحة للمطار وبفتحة طريق الفرعية من المفترقة بور الشاكير إلى مفترقة بندحة ينظم منها في المباشر وثيق السلامي صاحب محطة بيع البنزين بالمنطقة سيواثيق مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا بيك ومرحبا بشانتكم من نهارة خمستاش وأنتم تقريبا الخدمة واقفة بالنسبة للتجار والمحلات المفتوحة في المنطقة وعلى الطريق الفرعية هذه لو كانت تحكينا قديش قيمة الخسائر وشنو مطالبكم ببعضة تتفاضل سيدي بالنسبة لقيمة الخسائر كل بروجيو وكل أكتيبيتي ولا الخسائر بتاحها معناها سمى لي في حدود 30 مليون سمى لي 100 مليون سمى لي مع أنت ولا ولا كتبيتي من فرق بعيد بين مثلا محطة بنزين كما محل بيع وهو كذا كان حاب نفهم قديش نقصة الخدمة بالنسبة لكيوسك اللي عند سيديك مثلا كما لكيوسك اللي عندي هنا منسبة 90 بالمئة 90 بالمئة يعني انخفاض في عدد الحرافة المخفاض في عدد الكيوسكات جنرال مورا ويخدم معي كيات بنسبة 90 بالمئة يخدم على الطريق معناها هو عمش يتحل على الطريق وش تدخل الكراهب الكراهب والبساجي خلني كليل وانت اللي هما الكليونات اللي يبدو عنده كليونات متاعك يهرب معنا يمشي بلا صخرة صعيب عليه بش يدخل ويا ما يلقاش كيفاش يخرج وعملوا حالات صغار هكا معناها جيس بساج صغير معناها تعتزود معنا ما اللي يحب لكليون يحب بلا صعيه هو على شنو يتدلم يعني انتي كتم غلق الكيوس الفرعي هذي او الطريق الفرعية الكراهب كيفاش توصل الكيوسك المتساكني شوية كعبات متاع المتساكنين اما اللي هو يمشي في الطريق اللي هو طريقه ما مثال من الشمال الغربي مدخل الشمال الغربي سوى توانتة سوى تيرية سوى مدخل الشمال الغربي كان يتعدى قدامنا معناها قدامنا احنا معناها الكيوسك ما متاعنا ما عاش يتعدى ولا يجب الزهروني ثم اللي يتعدى ع الزهروني ثم اللي يتعدى معناها العقبة وو الدندان ثم اللي ما عاش معناها يجب تريك فرطي وواحد يمام من يتعدى الحالة هذه قداش من تاجر فيها وقداش من محل هم توى اللي مصبوبين اللي دوسياتهم مصبوبين معتيك شفر معناها مصبوبين وين يعني المصبوبين في تجهيز. جاونا التجهيز قالونا. اه. انتم اتضريتوا. اه باش نعطيوكم تعويضات. باس? المصبوبة واحدة وثلاثين دوس. اذا الكلام اللي قالوه التجهيز قالوه عندهم توا ثلاثة شهور تيل. قالونا ايجي وصبوا دوسياتكم. انتم اتضريتوا. بدات العباد. ما كنش نتطوروا احنا. احنا اه جاوا سكروا الطريق. اه. ما في بنا بشي ما عندنا حتى علم. نهار سبعة اوز. هبطوا الاعلان شفناه على الباجو اوفيسيالة متاع تونس. نهار خمسطاش سكروا في جمعة معنا. في جمعة سكروا بالخزر سكروا وعملوا بلايك. اه. اه. على اساس الشهيرين كهو. على اساس الشهيرين ونحوض الحلو الكيس. على اساس شهرين. مدة الترافو شهرين. شهرين شنو بش عملوا فيهمهم. فما كوندويت مطالوه بلوذيات. ما معناها هذاك بش ينقلوه هو في بلاس القندرة. اه. بش ينقلوه معناها على يمين. ويرجعوا يحلو الطريق الفراعي. ايج تمشي الكراهب ترجع تسير الحركية من معناها متاع الكراهب بش تمشي على رواحة معناها في اتجاه تونس. والمحلات ترجع تخدم. ومشينا قابلنا السيد الوالي. والسيد الوالي هذي المعلومات اللي مرخبها من التجهيز. قالوا اقالوا معناها مدة شهرين. بي? فما رأينا انه اللي التوى خمسة شهور ولا الكيس مسكر. والاعباد. واحنا معناها تنشي على أستاذ شهرين. تاخو حتى حتى اللي دي لي مع الشركات المزودة متاعك. مع 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 الفورنسير مع البنوك. تقول انتي هاو شهرين تاون تحملهم نخطي شوية. ايه. ايه شهرين. ولا عوضولي يا شبشي. عوضهم بعدي كان نشوفوا الامور. ايه. بعد بالتعويضات هذه معناها ما 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 تلفتوا لهيش جملة. احنا قلنا على اقل يتحل الطريق. طول بعد نشوفوا التعويضات. هم رأوا تعويضات بعد بشهرين. بثلاثة شهور. بعد بثلاثة شهور شاوا حكاوا عالتعويضات يشوتون عوضولكم. اه. من اللون ما سنناش. ما حكاوا شهرين. وصلت مسألت التعويضات. مسألت التعويضات اه كعملنا الوقفة الاحتجاجية. البارح. جاء تايد الوالي. وجاوا المسؤولين متاع التجهيز مدير جهوي. وقالوا طوي كباش نبدا وننظروا في التلسيات. احنا علاش عملنا الوقفة الاحتجاجية. اول حاجة على خطر الطريق. قعد مسكر وماتل مش بوادر. ونسمعوا في اه وعود. ومسأل مش منحة شي. كل مرة مرة يقولوا هاو الشهر ازايا هاو الشهر الجاي. اهو الدرجة. ما سماش اه. ما سماش حاجة صحيح. وتاني حاجة تعويضات. قالوا راوا التعويضات بش نبعثوا اخنا اه خابير من املاك الدولة. يشوف بالدوسي بالدوسي و وينظر. يقيم الاضرار ويقيم كل. يقيم الاضرار. مثلا انتي تقول راني انا اه عندي خسائر متع مية مليون ولا خمسة. انا جي يجي نبورتكوا. اه. يجي الخبير متع الدولة يقول اذا هكا وهاكا. وكان انتي تاخد طرنش متاعك. استفض مشاكلك. تركح امورك. ومن بعد كان عندك انتي شكاية باشترفع قاضية ذي كحاجة اخرى. هذا القانون المعمول به. اه اه. جانا مسؤول من تجهيز اذين هار اه الجمعة. هما بعثوه وعثوه معلومة. قالوا له برا امشي. كلهم هكا وهاكا. جانا للرمبوة بالضحق. قالنا توا تمشي وانتم ما حتيتوا دوسياتكم. يعطيكم الصحة تمشي وتوا ترفعوا قاضية تعملوا اذن على عريضة. وتعملوا خبير على رواحكم. قلنا لو احنا نستنى وفي انتم ما بيش تبعطوا خبير. اه. توا جيت قلنا رو انتم ما معناه على شنو سح. اذن على عريضة. وحتي تمشوا للمحكمة وحتي تعين. وصيد العباد ما عادش تنجم ريتم عباد. هذا هو اللي مش نساك عليه. ناس تخلص في 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 كراء. واللي حوانة مش قاعدة تخت. تخلص في كراء. اه. والناس تخلص في كراء رو رو تعالش له معناها رو الوقات محلول قدام محلاتهم. الله الله. معناها حفر. انا نشوفه في الصور طوى في المباشر. للسيدات والسيدة المستمعات والمستمعين الترافو والتراكس والاحريقة والنار. يعني ما نصورش كأنه محلي نجم. لا انا معلش بكل على الاقل. اه اه اه. اه. اه اه. اه. ما نجمش محل. اه. يبقى محلول. فالترافو هذي. اه. 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 فما ناس باعت سكر تماما محلاتها وباعت مطريالها. ما عايش نرجم صيح سكر. فشنو بشقة تيخدم مزالو يحكيوه على ثلاثة وستة شهور اخرين. متعرش عليها وقتاش توصل. فما ناس جاوهم الملكة متاع المحلات. يبدا كيري عندو منهم آآ معناها آآ معملة متاع رخام منهم آآ واحد يبيع لالالالالفايونس. بضبط يحفروا قدامو. هذيكي حوسين يحفروا قدامو. معناها جاوهم الملكة ورفعوا بهم قضايا خروجهم لم يدفع. والملكة عندو الحق اخي هو معناها ماهوش قاعد يخو فكرة ارى ثلاثة واربعة شهور. والاصحاب المحلات ما عادش خالط بش يوكل صغارو. يخي هوما يجيوا يقوموا بمشروع. مخمموش في العباد. ما يعملوا. مكتفكروا له محلو. وهو ناس رايب بكرامتها راي ناس كانوا تخدموا بكرامتها ومعروفة. بلنسبة الغايدة ثم نستخدم عادية كتسترزق نقول واحنا صناع. كما انتي اثن عندك في كيوسكا أيضا عندك ناس ممكن تخدم معك من فترة to盔ة بأي فوق العشرين اسنين. ممكن تخدم معي بصفة مباشرة وصيانات واصحاب عائلات. ثم ناس تخدم معك بصفة غير مباشرة يسترزق منك. ما نحكيوش حتى عالصناع متاعك تمنات اللي تجيبلك في البرودوية اللي تجيبلك في الوائد اللي يخدوه معاك هذو ما تخسروا موارد الشغل متاحهم ولا كيفاش لعملها؟ بتبعه للصناع متاعي أنا طوى للخدامة متاعي قاعد نخلص نشبد من العظمه والله يعلم بحالي قاعد نخلص في خدامتي خيانر خدامتي عندهم عائلات راو عندهم صغار وعندهم عائلات وعندهم يصرفوا عليهم وعندهم سكون مريض وشكو باش ننجم أنا ننطردهم ما ننجمش نخلص في السياناتات توا مو خمسة شهور وانا نخلص في السياناتات ونخلص في الأقباضة ونخلص في الختامة وكانت شي تسأل خدامة تقوله خلصة كل ما خلصكش تاوك قبل الوقت نبتاخو فيه ديزا بو هذي الترافو بعد اذنك هذي الترافو هذي لتحسين الكيس وإلا لتابع من مشروع القطار السريع ولا في شنية فيتار شنية بالضبط؟ هذي المشروع باش يعملوا قنطرة باش تولي الكراهب اللي جاية من الشمال الغربي هو مشروع باي ومشروع مهم برشا وليزي معناها نكون معناها واضح معاك بساطر الكراهب وليت جحيم بسيرتوه بعد ما عملوا القنطرة متاع الميتروني هذي المخدمش نفت الحكاية ما معناها كانت تتنجم ما راي تصير الترافو واختلي هما يعملوا في الترافو متاع القنطرة متاع الميتروني لأ كل واحد يخدم واحده والنقل تخدموا حدا والتجهيز تخدموا حدا دور ذاو في القنطرة هذي البارح الوالي والمدير الجاية للتجهيز باش وعدوكم؟ اخر وعد من عندهم اشنية؟ وان جاء السيد الوالي ومشكور خاطر هما جمعت التجهيز هما الي جاءوا قالونا كلام اخر قالونا بروا عملوا قضية على رواحكم وان جاء السيد الوالي قال لا احنا مسؤولين انهم معناها التجهيز هي اللي تبعث الخبير من املاك الدولة وهي اللي تتكفل باش تدرس ما حكاية الخبير على حساب الدولة هاي والباقي واختش احل الكياس واختش توفى الاشغال هذي توى حسب المسؤولين متع التجهيز قالوا انه الطريق الفرعي اللي هو مسكر هذي اه بعد ما سمى كوندويت متع غاز اللي هي ستاكل حد اليوم ما بديتش فيه اه طلعت سمى كوندويت متع غاز في عاوض راو بديت بترفوه متع تنقيل الكوندويت متع الغاز عندهم خمسة شهور هما توى مزين وما بديوش فيه هذك المعطل من حاجات الكبيرة المعطلة الكوندويت متع الغاز حتى يحاولوها اه قالوا انه بعد اه شهر ونص شهرين باشي بعد ما يصير التحويل متع الكوندويت متع الغاز يحلو بريفوز وارمول للطريق الفرعي تبدأ تتحرك شوية اه وقتش تصير يصير العملية ربط الغاز هذي ما زلو ما بديوش جابوا لحلاق متوى بديو معناها جابوا لحلاق متع الغاز يعني السؤالين عاوض نسيغوا مرة بحسب السيد الوالي ويد المدير الجهو التجهيز بعد قداش باش تحل الكياس الكياس باش يتحل حسب ما قالوا بعد شهرين يحلوا الطريق الفرعي فهمني؟ بمعناها باش يحلوه رب بصفة وقتية معناها ينقلوا الغاز بعد ما ينقلوا الغاز يحلوا الطريق بريفوز وارمول باش تمشي فيه الكراس اللي يكملوا القانترا غدوة نحاولوا نتحصلوا على الموديل الجهو التجهيز بتونس ونفهموا العملية ونفهموا أيضا الحكاية هذي ويمش توصل بالضبط مدونا بأكثر معلومات المعادة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يحاولوا الكراف تولي تمشي على القنترة ويعاودوا يحلوا الطريق الفراعية ذيكا ويكملوا القنترة الثانية خطر هيك يبني يخدموا في القنترة الثانية معناها ما ينجموش يحلوا الطريق والقنترة الثانية تبدأ معناها تكنيك ما ما ينجموش شكرا جزيلا وثيقة سلامي صاحب محطة بيع البنزين بطريقة الفراعية من مفترق بورشاكير الى مفترقة بندحة إن شاء الله الأمور تتحل في أقرب وقت وإن شاء الله الوعود الوالي والمواجر الجهوي تكون موجودة وإحنا غدوة نحاولوا مع السيدة المعدة ما يمحيم دي إننا نتحصلوا على وزارة تجهيزة وإدارة الجهوية للتجهيز في هذا الموضوع شوية آخر الفوكوس مع ما يمحيم دي تحكينا على عمليات بيع مقاسم صناعية بالمنزل